إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة معلومة لصحتك من المشاكل المرضية الشائعة والمرتبطة بفصل الصيف هي التهابات المعدة والأمعاء الناتجة عن تناول الطعام الملوس لأن في فصل الصيف بيزيد الخروج والصفر والأكل من خارج البيت من ضمن المايكروبات اللي بتنتقل عن طريق الطعام والشراب الملوس الفيروس الكبدي A فيروس ألف اللي بيعمل التهاب كبدي حاد وارتفاع شديد في إنزيمات الكبد ونسبة الصفرة في الدم وممكن ارتفاع في طرقة الحرارة بيتم تشخيص الالتهاب الكبدي الحاد للفيروس ألف عن طريق تحليل الدم بنقدر نشوف الأجسام المضادة لهذا الفيروس فيروس A مفيش علاج ودوى مخصص لعلاج فيروس ألف لكن علاج الالتهاب الكبدي الحاد الناتج عن العدوى بفيروس ألف بيكون بالراحة التامة والغذاء الجيد الغاني بالسكريات وبيتماثل المريد للشفاء التام خلال أسابيع قليلة من غير ما يترك أي آثار على الكبد فاصل وهنعرف معلومة كمان ضغوط الحياة وساعات العمل المتواصلة والعمل فترة بالنهار وفترة تانية بالليل ورتم الحياة السريع ممكن يخلي الواحد مننا في توطر دائم وضغط عصبي مستمر مهم جدا أنك تخفف من حدة الضغط العصبي علشان لا يؤثر على صحتك وعلى قلبك وعلى مخك إزاي تقدر تخفف من هذه الحدة في التوتر العصبي أولا أول حاجة استعم بالله في كل أمور حياتك تاني نصيحة عود نفسك على ممارسة الرياضة خليها جزء من روتين حياتك الأسبوعي لأنها بتخفف جدا من حدة التوتر تالت حاجة اقضي وقت دايما مع الناس المقربين ليك الناس اللي بيحبوك أصدقائك عيلتك أريبك صلة الرحم حتى ولو بالتليفون بتديك دعم نفسي هائل يخلصك من أي توطر تجنب الإفراط في المنبهات زي القهوة والشاي نام كويس ونام بدري ده هيساعدك إنك ما تشعرش بالإجهاد وبالتالي هيقلل من التوتر شارك في أعمال الخير تصدق تصدق ولو بشك تمره لو عندك هواية حاول تمارسها بين الوقت والتاني كل دي أسلحتك ضد التوتر الدائم دمتم في صحة وسلام كل الشكر للدكتور محمد عبدالوهاب الأبجيجي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد الرقم الضريبي الموحد 542-511-819 وبكرة وفي نفس المعاد معلومة جديدة لصحتك إلى اللقاء